أطلق الدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبع خدمات إلكترونية متعلقة بشهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا وهي الولادة والوفاة والزواج والطلاق بالإضافة إلى القيد الفردي والعائلي وخدمة الإدلاء بالعنوان المصرح به وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرائب بيّن أن إطلاق هذه الخدمات جاء قبل انتهاء مدة المائة يوم على الرغم من أن إطلاق هذه الخدمات لم يكن من ضمن ما تعهدت به الحكومة بدوره مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان أكد أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية جاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية دوما إلى التسهيل على المواطنين وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولا إلى تنفيذ خطة التحول الإلكتروني للدائرة اليوم أطلقنا أول مرحلة من خدمات الأحوال المدنية اللي هي خدمات الشهادات التغيير عنوان مصرح به هذه الخدمات السنة الماضية بال2017 فيه 920 ألف مواطن يضطروا يروحوا على الأحوال يوقفوا طوابير ويأخذوا تكاسي ويأخذوا مغادرات مشان يأخذوها اليوم بقدروا المليون مواطن هذول بال2018 ويأخذوها من بيوتهم من غير ما يضطروا يسجلي أول مرة من غير ما يأخذ مغادرة من غير ما يتغلب النسبة لنا هذا اليوم هو يوم سعيد لأنه إحنا قدمنا شيء ونقلة نوعية في تقديم الخدمات لإخواننا المواطنين سواء كانوا داخل الأردن ترجمة نانسي قنقر